فيه يا هشام، ما لك؟ مفيش حاجة يا بابا ليه يا هشام؟ ما تقول له أنكل فيه إيه؟ خليه يحكم بيننا إيه دوشوية يا أولاد مش كده؟ مفيش حاجة يا بابا حكاية كلها إن إحنا محترين في تعليم هاي دي مش عارفين إذا خلقني مدرسة مدرسة أمريكا طبعاً هي بنت أي حد؟ دي بنت هشام مذكور يا بنتي بطل الأنعارك كذابة اللي إنت فيها دي؟ إيه يعني هشام مذكور؟ مجرد فرض عايش في مجتمع يعني عادي يعني ما تبطل بقى تستقل بنفسك كده؟ أنا مش مستقل بنفسي ولا حاجة أنا عارف وضع إيه ومركزي إيه كويس قوي بس في النهاية رحت ولا جيت حتة موظف حكومة يعني مرتبي محدود قد كده هو مش فاهمة قصدك يعني عايس دخلها مدرسة حكومة ولا إيه؟ ما تقول حاجة يا أنكي والله يا بنتي نشاف إن العملية التعليمية عازة نسف من أساسها المنظومة غلط يا بنتي بس مدرسة الأمريكا مختلفة خالص لأن هم بيعلموا الطفل إزاي يحبوا المدرسة أكتر من البيت عشان ينتميلها ويحب يتعلم فيها تصور يا أنكي إن هم عامين حمامات سباحة وتراكل الخيل في المدرسة؟ ويا ترى بقى المدارس دي بتحافظ لولادنا على هويتهم؟ هو يعني مدرسة الحكومية هي اللي بتحافظ لهم على هويتهم؟ يعني كده ولا كده الهوية ضائعة؟ لا طبعا على قل المدارس دي بتديهم نهاج متطورة بتخلي عندهم لغة لايف ستايل مختلف مش موجود في أي حتة ده غير إن هم لما بيكبروا الشركات هي اللي بتجري عليهم بس مش لما يبقى معنا الفلوس اللي ندفعها لهم؟ يا بابا ده بياخدوا في السنة الواحدة ستين ألف جنيه أجيبهم هو أنت ملياردير يا حج ياه ده مبلغ كبير قوي بساروة يا عشان إنت كل قرشة هتحط في بنتك النهاردة هتشوفوا فيها كل شوية أنا رأي إن كنت حوشوا لها الفلوس دي لغاية ما تكبر ولما تبقى تكبر تبقى تاخد الفلوس وتعمل بيها مشروع كبير أهو شوفتي؟ لا مش صحي طبعاً اللي بدل ما نشلها الفلوس اللي بتقل قيمتها مع الوقت نستثمرها فيها وفي تعليمها يا جماعة صدقوني التعليم ده بقى استثمار كويس جداً وخصوصاً في المجتمعات اللي زاية عندنا يا ستة ما قلناش حاجة طيب ماشي هندفع مصاريف السنة منين ولو قدرت أزبط السنة المرة دي طب من السنة جاي ممكن ما أقدرش بقولك أنا مرتبة دي كده ده غير إن البنت ممكن يحصل لها مشاكل نفسية وأكيد هتحس إنها أقل من زميلاتها وده طبعاً هيأثر عليها اه ويتبكي وطنهار ويجي لها نيار عصبي وتبقى مريضة وتبقى أنت السبب طبعاً ده بيتهيقلك بانت حتى الأمريكي أكس انت عندك زي الزفت وعمرها ما حتتصلح لإنك تربيت وتعلمت ده بغير إن المناهج الدراسية بتاعتها مناهج قديمة جداً مفيقاش أمريكين إيديكيشن اللي قلتلكوا عليه يا دي الأمريكين اللي عاملك هس هس فينا فوقك فوقي بقى بابي أنا عايزة إيس كريم إيس كريم؟ يا حبيبتي إيس كريم إيه بس أنت عندك برد وكمان سنانك بتوجعك صح؟ طبع بصي أول ما تخفي هجيبلك إيس كريم كبير قد كده هول ماشي؟ والنبي يا بابا وحيط هايدي بس أكله مرة واحدة مرة واحدة؟ مرة واحدة؟ هم أخ منك إنتي ببعرفش هتفضلك طلب تعالي يا بيت هنا تعالي يا بيت هنا تعالي تعالي يا مغلباني تعالي هنا تعالي هنا السلام عليكم شايف يا أونكل؟ أو طول الوقتنا عمال يدلع فيها كده ما خليه مش عارفة ربيها خالص شوف يا ملال يا بنتي هشام ابني حناين قوي ويا ريت اكتخدي من حنيته شوية ده ابني أنا مربيه وعارفه وبكلمة حلوة هتاخدي عنيلي اتنين من جوه